باسم الاب والابن الروح الكدسة الاله الواحد امين اليوم السابع عشر من شهر توت المبارك عيد الصليب المبارك عيد الصليب من اجمل الاعياد اللي احنا بنحتفل بها في كنيسة واحتفالنا بعيد الصليب بيستمر ثلاثة ايام احتفال عظيم لانه الصليب هو حياتنا هو برنا هو قوتنا وعشان كده كنيسة بتولي هذا العيد احتفالية عظمة لانه هذا الاحتفال هو احتفالنا بعمق ايماننا عشان كده تقرلنا الكنيسة كراءات على مدى ثلاثة ايام بتدينا فيها صورة من هو المسيح الذي نحتفل بصليبه من هو المسيح الذي صليبه علشان كده تبتدلنا كنيسة في اول يوم بكراءة جميلة جدا متى رفعتم ابن الانسان حين اذا تعلمون اني انا هو وهنا كنيسة عايزة توجه نظرنا كده الى ان هذه العلامة التي وضعت لنا علامة الصليب علامة قد وضعت لنا في وجه القوس علشان ننجو بيها هذه العلامة هي اساسا لانه ما صنعه المسيح على الصليب هو نجاتنا هو خلاصنا هو برنا هو قداستنا وبالتالي هنا كنيسة اللي بتقول لنا الذي صليبه ده هو هو والسيد المسيح حينما قال حينما ترفعون ابن الانسان حين اذا تعلمون اني انا هو هنا بيوجه نظر اليهود الى نفس الجملة ونفس التعبير اللي قالوا ربنا لموسى النبي هنما سألوا موسى النبي عن من انت يسأل ربنا اللي بيكلموا انت مين اقول لهم ايه قالوا انا هو اهي الذي هو اهي انا هو مفيش حاجة تحده وعشان كده لما المسيح استخدم نفس اللفظة انا هو اليهود رفعوا حجارة علشان يرجموه ازاي انك انت بتتكلم كده انت بتجدف هو مين اللي يبقى زي ربنا ايوه هو الله عشان كده السيد المسيح نفسه يستخدم نفس اللفظ ده عدة مرات ويستخدمه بنفس الطريقة انا هو كلم انا هو نور العالم انا هو الطريق والحق والحياة انا هو القيامة والحياة انا هو نور العالم انا هو الراعي الصالح انا هو باب الخراف انا هو الكرمة الحقيقية انا هو انا هو وعشان كده بتدرك انه هو هو الكائن الذي كان الذي يأتي إلها مباركا فوق الكل علشان كده احتفالنا بعيد الصليف بنوجه كل الأنظار إلى المسيح الإله الحقيقي الذي تجسد من أجلنا صار إنسانا مثلنا صلب وكبر وقام لكي نصير نحن فيه قيامة لحياتنا النصير معه فيه له به نصير مثله وبالتالي احتفالنا بعيد الصليف هو احتفال لإنسانيتنا المكرمة في المسيح يسوع كل سنة وانتو طيبين وربنا يبارك حياتكم ولإلهنا المجد إلى الأبد أمين